قال صحفي إليان بيلتير في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قال إن بيانات جديدة تكشف استهداف مرتزقة شركة فاغنر الروس للمدنيين في جمهورية مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى أوضح التقرير أن كل بيانات الشركة الأمنية المقربة من الكراملين تلعب دورا مركزيا في العنف ضد المدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى وكذلك في مالي وقال إن مرتزقة فاغنر يعملون في أوكرانيا لكن القليل يعرف عن نظرائهم في إفريقيا حيث جعلوا من المدنيين هدفهم الأول وذلك حسب تقليل جديد عن نشاطاتهم في بلدين من القرى الإفريقية ففي جمهورية إفريقيا الوسطى استهدف عملاء فاغنر المدنيين في نصف عملياتهم التي نفذوها منذ عام 2018 حسب منظمة مشروع مواقع النزاعات المسلحة وبيانات الأحداث وهي منظمة تقوم برصد النزاعات في مالي حيث يعمل المرتزقة إلى جانب القوات المالية المسلحة منذ العام الماضي سجلت منظمة إكليد أنهم استهدفوا المدنيين في 70% من النشاطات التي قاموا بها مما زاد الوفيات بين المدنيين بشكل قد يزيد من التجنيد في صفوف الجماعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر